بسم الله تبارك الله واللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أهلا وسهلا فيكم في قناة أمال إعلاو حلقتنا اليوم هتكون طريقة عمل زبدية اللحم بالفخار مع رز الإدار ننتقل للطريقة هلا بنجيب أكم إطاعة من الدهن الموجود من اللحمة ونحط معا معلاتين من زيت النباتي وبدنا نحاول نقلب اللحمة الموجودة معانا عشان تديها لون طبعا هنا زي ما احنا شايفين إطاعة اللحمة أخذت تسفيحة وأخذت كمان لون وهلا بالنسبة للإبهارات ما بدنا إياها تكون مطحونة بنحط حبل هان وورق الغار إبهار كزبرة وعود لقرنفل وعود من الإرفة ومنحط كمان ست كسات من المية ومنحط معلقة من السكر حتى تعدل الطعام ومنتركها لحتى تغلي وطبعا أول ما تبدأ تغليق المية مع اللحمة والبقرات اللي احنا حطناها بدنا نرفع الزفرة اللي تكونات من اللحمة علشان بدنا طبعا نحضر هاي المرأة واللحمة نحطها في قدر الفخار ونستوي اللحمة حسب ما احنا بدنا إياه الآن منحطها في قدر الفخار ومنتركها على النار لحد ما تبدأ بالغليان وبعد ربع ساعة منوطي النار ومنغطي القدر ومنتركها مدة نص ساعة هلا بدنا نحضر زبديت البندورة واللحمة اللي بدنا نكمل استوى اللحمة فيها هلا عنا زي ما انتوا شايفين قطع البندورة مع البصل مع الفلفل الرومي مع التوم قطعنا البصل والفلفل الرومي شرايح والبندورة مكعبت وحطينا قليل من زيت الدورة وحنشوح البصل والفلفل الرومي والتوم لحد ما يدبل ومنحط عليه البندورة ومنقلبهم مع بعيد ومنحط عليه معلقة كبيرة من صلصة البندورة هنحرك في كل المكونات لحد ما نحيس انه كل قصص البندورة اختلط مع المكونات اللي احنا عملينا هلا بدنا نحط تقريبا كستين من مرأة اللحمة هنخليها تتسبك اشي خفيف بالنسبة للحمة طبعا ما استود استواها كامل هلا اللي انا هبدأ تستوي مع الخليط اللي احنا عاملينه طبعا احنا فصلين اللحمة عن المرأة هلا بالنسبة للخليط اللي احنا عملنا اللي هو البندورة هنحطه في الزبدية طبعا بعد ما نحطه بالزبدية هنحط كمان على اللحمة لانه عشان نتكمل استواها مع الخليط في الزبدية الفخار الابهارات اللي بدنا نحطها على الزبدية عنا الفلفل الاسود والسبع ابهارات وعنا الملح وورق الزعت للأوريغان وكمان جوز الطيب هلا منخلط كل المكونات ومنحط كمان كاسة من المرأة طبعا بالنسبة للزبدية لازم احنا نغطيها بورق الاسدير ونحط كمان عليها غطايا عشان ما يطلع البخار لبرا في البداية هنخلي النار طبعا على العالي واول ما نحسوا انها بدت تغلي هنحطه على ايه او تدرجة عنا في الغاز مسافة ما تستوي الزبدية الفخار بدنا نحضر للرز اللي بدنا نعمله معها قلبنا البصلة مع طبعا عدد من فصوص التوم وقلبناهم مع بعض هنخليهم ياخدوا تقريبا اللون وقلب بنسبة للابهارات هنحط ابهارات طبعا الرز عنا البابريكا وعنا الملح والكركم او العصفر وعنا كمان الليمون الناشف وعود الارفة مع حبلهان مع فلفل الاسود والسبع ابهارات هنحط كل المكونات ونحركهم مع بعض بالنسبة لكمية المرأة اللي بدنا نحطها قدش بدك تحطي كمية من الرز بتحطي كمية المرأة انا عندي حطيت كاسة ونص من الرز هحط طبعا ثلاث كاسات من المرأة طبعا كل واحد بيكون حسب نوعية الرز اللي انت بدك تستخدميه اول ما تدي غلوة للمرأة هندفع عنه النار علشان بدنا نديره في قلب قدر الفخار طبعا هنا درناها في قلب قدر الفخار وخلناها تغلي تقريبا عشان تتسبك المرأة مع البهارات هلأ حنتفي عنه النار ومش حنحط على طول الرز لانه لو حطينا الرز والمية بتغلي حتفور المرأة وتنكب من القدر لانه ميزة هاي الفخار طبعا بيضلها حتى بعد ما تطفي النار عنه بيضلوا يغلي تقريبا لمدة عشر دقايق فلازم احنا ننتظر عشر دقايق على الفخار لبين ما تهدأ النار او تهدأ انه الفخار نفسه هلأ حننزله وندير عليه الرز اللي احنا اعملنا طبعا هنا الكمية موجودة بحسب مقدار الرز حنحط هلأ الرز طبعا انتو شايفين انه هديت النار هلأ بعد ما درنا الرز طبعا حنحركه تحركتين علشان نتأكد انه كل المكون ما يعني اندمج مع بعيد بنسبة للمالح كل واحد حسب انه دهقه انا لقيته شوية بده فحطت نص معلقة من المالح وكمان حطينا معلقة من السمن طبعا اي السمنة انت بدك ايا لأن برضو هي السمنة بتديها نكالة الرز نحرك الرز مع المرأة ونحطه على الغاز بحيث تكون النار عالية ونتركها تغري لمدة عشر دقايق وهلأ بدنا نوطي النار ونغطي ادري الفخار ونتركه لمدة ربع ساعة على نار هادية بعد ربع ساعة بدأ الرز يتشرب المرأة هلأ حنطفي النار ونتركه لمدة نصف ساعة ونشوف طبعا الزبديا اللي احنا اعملناها طبعا هلأ تقريبا سرلها نص ساعة على الغاز زي ما انتو شايفين طبعا احنا طفين عنها النار ولكن لسه بتضلها تغلي حتى بعد ما ينطفي الغاز عنها بسم الله ما شاء الله اللحمة كتير هبكت كده واستوت مع بعيد طبعا هاي كتير الاكلة طيبة وخاصة انها بالفخار بنسبة لقطع اللحمة هيك اخدوا استوى ما شاء الله اللحمة كتير بتلاقيها دايبة دوب كده مدياها نكهة تمسكيها على طول حتى بتحسي انه اللحمة لها طعم فيه الادر الفخار اللي احنا بنعمل فيه ومنحطها بالفرن لتعطي تحميرها للوجه شايفين ما شاء الله الرز تشرب المرأة وزي ما انتو شايفين ما شاء الله الرزة كل حبة بحبة طبعا نكهة رز الفخار تختلف عن الرز لما يكون بالتنجرة وبهيك منكون انتهينا من حلقة اليوم وان شاء الله يارب الحلقة تكون نالت اعجابكم وان شاء الله يارب ما تنسونا باللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليس لكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة